أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمعات لجنود في شمال إسرائيل بطائرات مسيرة هجومية ومدفعية في إطار قصف طالما وقع عسكرية قرب الحدود بين البلدين وأوضح حزب الله أن مقاتليها جموا بواسطة ثلاث مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود إسرائيليين غرب مدينة كريات شمونة وفي استهداف آخر هاجم مقاتلوا مراكز تجمع وانتشار جنود إسرائيليين غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية مشيرا إلى أن مقاتلي حققوا إصابات مباشرة في الاستهدافين